لا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك القدوس السلام المفيد المغيز العزيز الجبار الهدى الكبر الخالق البارس الهدى الصور الوحف أسرار ومعاني وبركات أسماء الله الحسنى بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية آمين كلامنا إن شاء الله تعالى في هذا الدرس على اسم الله تعالى العليم العليم من أسماء الله العالم والعليم وعلام الغيوب وهذا يدل أن الله تعالى متصف بصفة العلم كما سنشرح إن شاء الله لكن نتكلم على شيء من خواص هذا الاسم المبارك هذا الاسم الذي فيه ما فيه من الأسرار ومنها تحصيل العلم والمعرفة فمن لازم الذكر باسم الله العليم الله تعالى يجعل معرفته في قلب هذا الإنسان على الوجه اللائق بالله يعني يورث هذا الذكر المعرفة في القلب معرفة الله عز وجل ومعرفتنا نحن بالله تعالى ليست بالإحاطة نحن لا نحيط علما بالله وإنما نعرف الله بمعرفة ما يليق به بمعرفة صفاته بمعرفة ما يجوز في حقه يعني مثلا يتعلم الإنسان أن الله له صفات وأن من صفاته التي يجب على كل مكلف أن يتعلمها الوجود الوحدانية القدم البقاء قيامه بنفسه القدرة المشيئة العلم السمع البصر الحياة الكلام المخالفة للحوادث هذه الصفات الثلاث عشر كل مكلف يجب عليه أن يتعلمها وأن يعتقدها وأن يعرفها هذا من الفرض العيني الضروري على كل واحد من البالغين العاقلين المكلفين فمن أسماء الله عز وجل العليم فهو العالم بالسرائر والخفيات الخفيات التي تخفى على العباد نحن لا ندركها لا يصل إلينا علمها فالله تعالى عالم بها ولا يسمى الله عارفا وإنما جاء عن سيدنا عمر رضي الله عنه في أحد كلامه رضي الله عنه أنه كان يتكلم معه بعض الناس عن بعض من قتل في سبيل الله فقال له فلان قتل فلان قتل فلان يعني في المعركة ثم قالوا وفلان لا تعرفه فقال رضي الله عنه الله يعرفه هنا إضافة الفعل وليس إضافة الإسم يعني ما قال من أسماء الله العارف وإنما قال يعرفه على معنى يعلمه فلا بأس ويجوز أما تسمية الله العارف هذا لا يجوز حرام إنما الله العالم والعليم قال الله تعالى والله عليم حكيم والعليم ليس من أسماء الله الخاصة به عز وجل وإنما ورد أن سيدنا يوسف عليه السلام حين كان يتكلم مع العزيز أنه يستطيع ويقدر أن يدبر أمور مصر بقدرة الله بمشيئة الله بإذن الله قال له إني حفيظ عليم يعني أنا أحفظ الأمانة وأؤدي حقها وأنا عندي علم هذا العلم الذي رزقه سيدنا يوسف منه إدارة شؤون الناس ومع ذلك انتبهوا سبحان الله يعني كان صغير عند أبيه رموه في البئر إخوته بعد البئر ذهب وعاش في قصر ثم بعد ذلك حبس خرج من الحبس فتولى أمور وإدارة شؤون الناس هذا شو بيدل يا أحفظ بيدل أن الأنبياء كل الأنبياء عليهم السلام كانوا أذكياء كانت أوتيت لهم الحجة كان عندهم قوة فهم إدارة لأنهم هم القدوة هم الأعرف بمصالح الناس دينهم ودنياهم فهذا الاسم العليم ليس خاصا بالله ولكن علم الله ليس كعلمنا نحن علمنا يزيد وينقص أما الله عالم لا كالعلماء قال الإمام أبو منصور البغدادي رحمه الله والله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون ما كان كبدء الخلق والأمم السابقة ما يكون كاجتماعنا الآن بهذا الدرس وما سيكون في المستقبل ويعلم كذلك ما يكون في المستقبل في الدنيا والآخرة إلى ما لا نهاية له وكذلك الله يعلم ما لا يكون أن لو كان هذا الله يعلم كيف كان يكون إذن الله عالم بعلم أزلي أبدي وقال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله الله فمفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله فمن ادعاها خرج عن الإسلام والعياذ بالله والله تعالى علمه واحد يعني لا يقال يحدث له علم بعد علم وهكذا حين نتكلم عن كل صفة من صفات الله فتقول قدرة واحدة كلام واحد يعني ليس مركبا وليس مجزئا والله تعالى عالم بجميع المعلومات حتى قال بعض العلماء يعلم دبيب النملة السوداء يعني وهي تمشي على الصخرة الصماء لمسكرة في الليلة الظلماء ويعلم حركة الذر في جو الهواء هذا الهباء المنثور ويعلم السر واخفى ما أسرناه وما أعلناه وما أخفيناه ويعلم هواجس الضمائر ما يحصل في القلوب وحركات الخواطر وما يأتي على القلوب بلا إرادة منا وخفيات السرائر فالله تعالى فالله تعالى علمه قديم أزلي أبدي لا يتجدد ثم يقول أحد العلماء وهو من الصوفية قال رحمه الله يرى حركات النمل فيه ولم يخف إعلان عليه ويحصي عديد النمل وما اجتملت بحر عليه الله يعني الله لا يخفى عليه لا في البر ولا في البحر عالم بكل شيء وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور استراق النظر بحيث الناس لم تنتبه لك الله يعلمه وما تخفي الصدور النفوس ما فيها في الداخل من أمانة أو خيانة الله تعالى عالم بكل ما يحصل في هذا العالم قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لا يعلمون إلا ما أطلعهم الله عليه فالأنبياء والملائكة لا يعلمون الغيب كله ولا يقال الله أعطى محمدا علم كل ما يعلمه الله هذا ضلال وتكذيب للدين الله تعالى قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا فإذا الله تعالى لا يطلع على كل الغيب أحدا من خلقه ومفاتيح الغيب نسمعها كثير هالكلمة ما معناها الرسول بيّنها عليه الصلاة والسلام فقال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما في غد إلا الله يعني الغيب هذا غاب عنا لكن الله يعلمه ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله حتى الآلات اللي بتقول إنه هذا معك صبي أو بنت هذا من باب الظن والتخمين ليس من باب الجزم فلا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ثلاثة ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله على التمام فهذه ما يسمى الأشياء اللي بتحكي عن المناخ والطأس هذه أيضا توقعات وتخمينات هاي نحن من يومين قالوا جاي عاصفة تصل إلى لبنان كذا ولم يحصل بعد إلى الآن ومر عليها أكثر من ثلاثين ساعة ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله فهو عالم الغيب وعالم المفاتيح هذه الخمسة ولم يعطها أحد من خلقه ولا تدري نفس بأي أرض تموت يحكى أن رجلا كان يزور نبي الله سليمان وكان هذا الرجل جاء إلى سليمان وهو عنده يعني هذا الرجل كان عند سليمان وجاء سيدنا عزرائيل عليه السلام ملك الموت زائرا فصار ينظر إلى هذا الرجل متعجبا وهذا الرجل خاف فلما خرج عزرائيل عليه السلام قال لسيدنا سليمان يا سليمان يا نبي الله أنت أعطاك الله أن الريح مسخر لك أمورها أن تنقلني إلى الهند يعني خليها تاخذني بعيد بقوله بالعمين فطلب من الريح أخذته بعد وقت جاء سيدنا عزرائيل أيضا زائرا إلى سليمان فقال له لما كنت تنظر إلى ضيفي ذكى تلك النظرات قال له تعجبت ماذا يفعل عندك وقد أمرني الله بقبض روحه في الهند بعد لحظات يعني كان هذا الأرض التي سيموت فيها هي الهند ولا تدري نفس بأي أرض تموت أما قيام الساعة فمن ادعاها كفر لذلك هي خاصة بالله ولما قال جبريل عليه السلام لنبينا عن الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وانتبهوا هناك بعض الآيات المتشابهات ظاهرها يوهم أن الله حدث له علم الآن بعد أن لم يكن عالم فلا يكون هذا المعنى المراد كقول الله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ليس معناه الآن يحصل لله التمييز من هو الخبيث ومن هو الطيب بعد أن خفي عليه لا ليميز أي ليظهر للناس أو للملائكة من منهم الذي هو خبيث ومن هو الطيب ويروى في سبب إسلام الصحابي الجليل عمير بن وهبن الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره فيما أوحى الله إليه مما جرى بين عمير وبين صفوان وكانا عند الحجر ولم يكن يعلم بما جرى بينهما إنسان لكن الله تعالى يعلم كل شيء فأوحى لنبيه بما حصل بينهما فأسلم هذا الرجل عندما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان وفي الختام أقول لكم عليكم بالعلم فعلم الدين لا يساويه علم آخر والعلم الذي حس الله عليه هو ما ينفع وهذا أنفع العلوم ولا تستحو في طلب العلم فالله قال نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فالله هو الذي علمه لا يساوي علم أحد وعلم أحد لا يساوي علم الله ولكن نحن نتعلم ونعلم ولا نستحي في طلب العلم ولو صرنا كبارا في السن واحد من الصالحين تاب إلى الله كان كل حياته في غفلة كان عمره 80 سنة كان وصل إلى 80 سنة فبدأ يتعلم وصار من العلماء لا ينال العلم مستحن ولا متكبر فلا تستحي في طلب العلم فقد جاء في الحديث استحيوا من الله حق الحياء ومن الحياء الذي هو ممدوح أن تستحي من الجهل فاطلب العلم فقلنا يا نبي الله إنا لنستحي قال ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى ما تطلع على الحرام ما تسمع على الحرام ما تتكلم بالحرام والبطن وما وعى من الحياء أن تحفظ بطنك من الحرام قال وليذكر الموت والبلا فذكر الموت برقق القلب وأنك إلى الزوال ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء اللهم يا الله يا الله يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء علمنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا ومن فعبنا واقضي حوائجنا فإنها لا تخفى عليك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك القدوس السلام المقدد المهيد العزيز الجراح المترجم للقناة المترجم للقناة شكرا